من جديد عادت مساجد الفلوجة لتصدح بنداء حي على الصلاة فاتحة الأبواب لروادها المتعطشين للصلوات الخمس بعد أن كانت الصلاة في الرحال قرار الافتتاح صدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة عقب إغلاق دام لشهرين ها هي مساجد الله تفتح أذرعتها للمحبين المشتاقين بعد هذا الانقطاع الذي كان بسبب الإجراءات الذي نأمله من خلال مباركم الكريم إبعاد المساجد ودور العبادة عن كل المناكفات السياسية لتكون هذه المساجد مأوا لكل مهموم مأوا ومستراحا للعابدين الذين يدعون للعراق والعراقيين بالأمن والأمان والسلامة والإسلام نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي العراق بكل أطيافه لجنة الصحة والسلامة لم تذهب بعيدا عن توصياتها فقد شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية فيما عبر المواطنون عن ترحيبهم بقرار إعادة افتتاح المساجد حقيقة يعني الناس فرحت أنه اليوم المساجد فتحت ويماسون عباداتهم بحرية تامة والتزام صحي وكامل بعد فترة طويلة بغلق المساجد عادت المساجد من جديد ونحن نرحب بهذه المبادرة ونحن ننتزم بقرارات هذه اللجنة بلبس الكمامة وتباعد الاجتماعي من أجل المحافظة على الصحة العامة بعد إغلاقها بسبب كورونا ها هي مساجد الأنبار تفتح أبوابها مجددا أمام المصلين خطوة رحب بها مواطن المحافظة آملين بمزيد من القرارات التي تخفف القيود المفروضة من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة